الطفل على العمر السنة بيحكي أول كلمة ابن سنة ونص تقريباً بيحكي له خمسين كلمة ابن سنتين بتجاوز الثلاثمئة ويصير يحكي جمل تمام؟ لأن تلت سنين مفروض ما يسكتش بوصل فوقها لألف وخمسمائة كلمة والجمل طويلة يعني بقدر يعبر ويشرح ويشك على اللي بدويا ومن أربعة لخمسة تكتمل اللغة تمام؟ بس في قضية دائماً الناس بنسوها أو بنتبهولها آش لأنه الكل بركز على الإنتاج موضوع الاستيعاب إحنا أكتر إشي بهمنا أنه الولد بيفهم الكلام ولا لا لأن الطفل على العمر السنة صحيح بيحكي كلمة أو كلمتين بابا ماما بس ابن سنة المفروض يفهم كل كلامنا تقريباً تمام؟ خصوصاً لو بلش يتحرك يعني سنة وشهرين شو ما طلبك من والدتو المفروض يفهم أعطيني بوتك جيب لي الموبايل افتح الباب أعطيني بعيك كل شي عم يفهمه تمام؟ فهذا موضوع الاستيعاب اللغوي إحنا كنصيحة عامة للأهل لأنه مش شرط يحفظوا كل هالمعلومات تبعتنا أنا دائما بقول الأم سبحان الله في عندها إحساس فطري بإنها تقدر تميز إنه ابنها طبيعي أو مختلف بإيش؟ بمقارنته مع أطفال جيله فمجرد ما شعرت الأم أو قلقت إنه ابنها معهم يمشي طبيعي مثل الجيل أنا بنصح إنها تراجع اختصاصي وهو اللي رح يحكم على حالة الطفل نعم ولكن يعني ما الطرق اللي ممكن إحنا نتبعها لحتى نحفز الطفل ونحفزه لحتى يقدر إنه يعني يصير قادر إنه يحكي أو يتواصل أو يفهم اللي عم نحكي له إياه أوكي هلأ إحنا في عنا كتير قضايا بننصح فيها الأهل حتى أنا شخصيا في عندي استراتيجية في العيادة بيعطي ثلاث جلسات إرشادية للأسرة نعم أنا حتى بقولهم هاي الجلسات الإرشادية المفروض كل الأمهات يتعرفوا عليها حتى الأطفال المطبيعيين ليش؟ هلأ طبيعة حياتنا اختلفت أيام زمان كنا نعيش في أسر ممتدة البيت الواحد فيه عشرين ثلاثين نفر الكل عم يحكي لأنه ما كان فيه موبايلات ما فيه تلفزيونات ما فيه تابلت فمعظم وقتنا عم نحكي فالطفل هو على إيدين أمه ما بوصل عمره سنة اللي بيعرف تفاصيل العيلة هلأ عدم نؤاخذ كتير حكي نقل تمام إحنا منقعد مرات بكون عندنا الواحد ضيوب في البيت بعد الأكل تلاقي كل واحد مسك موبايل وأعاد لحاله صحيح هلأ هذا صار فيه ظلم للأطفال الصغارة فإحنا لما نجي نعطي نصيح على الأسرة مننصح الأم أنه يتعوض هذا الكلام من خلال التحدث مع طفلها حتى ينصح أنه الأم تحكي مع ابنه وبطنها ترى الطفل في بطن الأم بيكون يسمع خاصة من الشهر الرابع أو الخامس بتكون عنده القوقع وفي دراسات كتير أثبتت أنه فيه أطفال بعد من ولده عبروا عن شغلات كان سامعها في بطن أمه تمام فالأصل الأم اللي هتبلش تحكي مع الولد وبعد الولادة تستمر في الحديث معه وتوفر له أي فرصة لسماع الكلام تمام هذا الحكي بيتخزن أنا شبيها مثل الزراعة خاصة السنة الأولى عم يسمع ويخزن عم يسمع ويخزن عم يسمع ويخزن ما بصير عمره سنة إلا اللغة تقريبا مختزنة وقتها هو بقدر على الإنتاج إن شاء الله نعم ولكن دكتور يعني اليوم من يروي القصص لأولادهم قبل النوم هذا أكيد عم بيفيد أولادهم من عمرهم يوم أو زي ما حدثك تفضلت خلال حمل الأم ممكن أن تقرأ لهم قصص تحقيلهم قصص عن نفسهم عن عائلتهم اليوم شو صار معاهم وهكذا ولكن أكيد هناك نشاطات ممكن أنه أيضا ننظمها في المنزل تعزز هذه المهارات تمام أنا بس بدي أثني على كلام حضرتك إحنا عندنا البيبي لما بدي يجع الدنيا بتلاقيهم جهزوا له غرفة وعملوا له سرير وجابوا بلونات وألعاب وكذا الأجانب بيجهزوا له مكتبة تمام هاي المكتبة الأم أو الأب كل يوم بتوارضوا على أنهم يحكوا قدامه قصة أو ويقع وكتاب فما بوصل عمره سنة إلا مخزونه اللغوي كتير كبير تمام الآن بعد هيك بنبلش في شيء بنسميه إحنا الطلبات أو الأوامر عشان تحفزي الاستيعاب اللغة وعند الطفل لازم تشغليه معك في البيت أنا مرات حتى بنصح الأمات بقولهم شغليه خدامة عندك تمام طبعا ضمن إمكانياته تمام أعطيني وديلي رتب صفط هذا بيجبره على أنه يفهم الكلام وأنا لازلت بصر أنه استيعاب الكلام أهم لسه من الإنتاج لأنه هو الأرضية اللي الناس ما عم تنتبهلها نعم نحن عم نعد كلمات إنتاجية بس إنت عشان تنتجه لازم نولد يستوعب كلامنا كله هلأ طفل بيجيني مستوعب الكلام بنسبة عالية وما بيحكي بقلاقش عليه كتير بس إذا الطفل عنده أكم من كلمه واستيعابه ضعيف هذا وضع مقلق لأنه الاستيعاب اللغوي ممكن يعطينا بعض المؤشرات على مشاكل أخرى مثل زي ضعف السمع آها تمام يعني الناس برضو ما بتوع على هذا الحكي الأجانب بفحصوا السمع لحظة الولادة إحنا سورة في الكلمة ما ننتبه لأبننا لما تكون خربة مالطة ترى علميا أول ثلاث شهور في عمر الطفل قادرة أن تقلب ضعف السمع ببسيط إلى شيء جدا يمكن من القصص اللي دائما بحكيها أجتنا بنت عمره بجوث سبع شهور تمام شهور مرة بحولها طبيب أطفال صديق إلي طبعا أنا أخي صايا نطق في المفروض جاي متأخري في الحكي فأجت الأم بتشكيلي وزي ما قلت أبو شوي الأمات سبحان الله عندهم حس فطري فشكيت في سمع البنت وحولناها على الفحص وفطلع عندها ضعف السمع فعلا فهذا إحنا نسميه تدخل مبكر فأنا كنت كتير مبسوط إنه أجتني طفلي في العمر وقدرنا نكتشفها ونعالجها مبكرا فحكيت مع الطبيب أشكره فاستغرب قال لي أنت شو بتحكي أنا ما وديت لك طفلي زي هيك قلت له يا دكتور أجت من طرفك شو تماشور ياسر وفي حدا بحكي قبل سنة هلأ كنا نحكي الإنتاج بعد سنة طبعا قلت له بس أجت من طرفك قال يمكن سألتني سؤال عام تعرف لك أخي الصائنة قلت له شو في الدكتور ياسر أما ما قالت لي شو القصة بس إنت ليش متصل قلت له مني إحنا وصلت لأنه طرع عندها ضعف سمع قال لي وبيّن معك قلت له طبعا فهذه من القضايا اللي بتكون مخفية نكشفها إحنا بسبب التأخر اللغوي نعم ولكن يعني اليوم حضرتك عم بتقول يجب أن يكون هناك كشف مبكر ويجب أن يكون هناك يعني مباشرة يصير فيه تدخل لحتى ما تستمر إذن إحنا اليوم عم نحكي عن حلول تكون عند الطفل إذا دخلنا بشكل مبكر ولكن هناك أيضا بعض الأمور وبعض الإترابات اللي لما نكتشفها ممكن ما نقدر نحل المشكلة كاملة ولكن على الأقل نكون عارفين وين إحنا يعني مثلا على سبيل المثال هل هي مربوطة أحيانا التأخر بالكلام وعدم النطق ببعض الإترابات مثلا كأمراض ممكن تستمر مع الطفل تمام المعروف عند الناس واللي النساء عادة يبحثوا عنه اللي هو السبب العضوي هذول ترى لا يتجاوزوا العشرين في المئة من أسباب الطرابات اللغة والنطق تمام أكتر من ثمانين في المئة من المشاكل بيكون سببها وظيفي أو بيئي مرتبط في القبل شوي كنا نحكيه طبيعة حياتنا الآن اختلفت فما عاد في حكي فصلا نشوف حالات كتير في العيادة بنشخصها إحنا نسميه تأخر لغوي طبيعي ونقصد بكلمة طبيعي أن الطفل ذكاء وسلوكا تمام بس ما تعرض للغة مثل طرزان اللي عاش في الغابة مثلا ما حدا حكى معه ما تعلم الكلام تمام لكن في عنا أسباب زي ما اتفضلت من اكتشفها زي ضعف السماء أحيانا في عنا مشاكل ممكن تكون مرتبطة بالقدرة العقلية حالات التوحد مثلا نعم ممكن اكتشافها مبكرا ترى يعني احنا تشخيص التوحد المفروض يكون في الثلاث سنوات الأولى ومرتبط كثيرا بالجانب اللغوي عشانك بقولهم دائما فريق العمل اللي بده شخص التوحد على رأسه لازم يكون خصائي نطق اللغة طب لأن الموضوع موضوع تواصل تمام في عنا مشكلات يمكن الناس ما بتعرفهاش في شغلنا مشكلات عصبية يعني من القضايا اللي أنا بشوفها كثير في العيادة حالات بنسميها بلغة الإنجليزية أبراكسيا هاي الأبراكسيا لما بترجموها بقولوا عدم القدر على تنسيق الإشارات العصبية القادمة من الدماغ إلى عضلات النطق بمعنى الإنسان فينا لما بوكل بيشرب بيلبس أو حتى بيحكي المفروض يجي أوامر متسلسلة من الدماغ تمام بهذا التسلسل بتتم الحركة بدي أكتب يجي أمر إبسك الألم ارفعه انزل اكتب عمستوى النطق ممكن يصير في خربطة فالأطفال هدول مصيرون عندهم شاء لعبة في الكلمات مستفشى دفليزيون شريوما هل هذا كمان يدرج تحت دسليكسيا ولا لا أبراكسيا أبراكسيا ولا يس دسليكسيا هلأ بنحكي عن دسليكسيا لأنها مرتبطة إلى حد ما فيها بالدسليكسيا تمام فهذه الأبراكسيا في كتير حالات بتكون صعبة لدرجة أنها بتعمل تأخل لغوي طبعا يعني الطفل نفسه بيسعر أنه أنا ما عم بحكي منيح بوقف ببطل يحكي دسليكسيا هي صعوبات تعلم مرتبطة بالقراءة والكتابة تمام لكن حتى الدسليكسيا في عنا صدفين من قسمهم في صعوبات بسموها نمائية وصعوبات أكاديمية الأكاديمية اللي الناس بتعود عليها قراءة أو كتابة بس إحنا قبل الخمس سنين ممكن نكتشف صعوبات نمائية ممكن نتأدي لصمح الله للصعوبات الأكاديمية زي مشكلة في الذاكرة في الاستيعاب وكثير مرتبطة بالجانب اللغوي لأنه إحنا أصلا نتعلم من خلال كلام يعني حتى اللغة دائما محب نشبيه عنا كالوعاء نعم طازل تصب فيها كل شي معرفة ذكاء معلومات شريعة تقاليد اجتماعية كله بتعلميه لابنك من خلال كلام صحي فالطفل المتأخر في الحكي ستجد أنه متأخر في جوانب كثيرة جدا وهذا للأسف بيأدي إلى ظلم كثير من الأطفال أنه بتم تشخيصهم مرات على أنهم أعاقين وهم فعليا بس بالتخريف الحكي نعم نعم دكتور جميل جدا هذا الحديث ولكن نصائح بشكل عام لكل من يتابعنا عنده طفل شاكك بشكل أو بآخر أنه ربما عنده صعوبات تعلم أو بده يتأكد أنه طفله ما عنده صعوبات بالنطق بالكلمات بالتعلم بالتطور بكل هذه الأمور ما هي النصيحة؟ تمام الفكرة الأولى قلنا مجرد مراقبته بأطفال جيله شعرت بأي قلق أو تأخر يفترض أتراجع المختص تمام لأنه دائما بقول المختص في مجاله بمعنى أنا إذا ابني متأخر في اللغة والكلام مش لازم نراجع طبيب أعصاب أو طبيب أطفال لأنه مدى معرفته في هذا المجال رح تكون أقل من أخصائي النطق الآن أنت لما بتراجع أخصائي النطق واللغة إذا هو بحتاج استشارة طبيب الأطفال أو الأعصاب بيحولك عنده إذا أنت محتاج إلى فحص سماع بيحولك على أخصائي السماع تمام محتاج إلى استشارة مثل زي فحص دكاء عند اختبار أو اختصاصي تربية الخاص رح يحولك بس إذا كانت المشكلة الأساسية نطق اللغة بيكون انطلاقك من عنده نعم تمام وبعدين بتكمل